أستاذا إلهم نورت دنيا كلها كالعيبة مرسي أشكرك جدا مرسي أنا بقى عايز أتكلم عن المهرجات إحنا دورة السابعة أنا عايز أتكلم عن جزئية الاستمرارية شايف الموضوع ده إزاي وكل سنة بنزود في فعليات مسابقات بنجيب ناس من بره صناعة سينما بنهتم بيها شايف الموضوع ده إزاي بس مهرجان الجنة من أهم المهرجانات ثقافيا بجت في كل المنطقة العربية ده حقيقي أولا هو من أول سنة بيدعم الشباب جدا الأفلام القصيرة بيمولها الناس مثلا شباب اللي بيعمل أول فيلم ليه طويل فيه دعم بيقفوا جنبهم يعني المسابقات اللي بيعملوها لأحسن سيناريو أحسن رواية تنفع تتحول لفيلم دعم مادي ودعم بكل الطرق يعني بكل الطرق عشان يطلع مشروعهم على أعلى مستوى فهم حقيقي بيهتموا بالشباب والشباب هم دول المستقبل اللي احنا منتظرينه فمهرجان الجنة عايز يطلع علينا جيل محترم من الشباب المثقب جد والفنان الموهوب حقيقي بدون أي تدخلات ولا أي وسائط بالمسابقات واللي بيكسب هو اللي بيدعموه فشيء جميل أنا كمان يعني معهم سابورتي ديهم جدا من حماسك أنا شايفك مستعجلة عايزة تلحقي تدخلي العرض من أوله قبل ما يبدأ لازم تلحقي لأن عارفة أن فيه في البداية كمان عرض فيلم كده عن السينما جميل أوي فعايزة يشوفه بإذن الله ومستنية اي تاني من المهرب مستنية اي تاني متحمسة أو أنا متحمسة للنهاردة اللي محمود حميدة هيتكرم ده صديق عمري وشغلنا كتير مع بعض وأخوي يعني صديق غالي علي جدا ففرحانة لحميدة قوي وطبعا أستاذ يسري نصر الله مخرج كبير حقي التكريمات رائعة ومستحقة فعلا بشكرك منورت الدنيا وبحبك لده ربنا يخليك مرسي على زواج